تربوي وناشط يحمل شهادة البشلر من جامعة وينستيت كذلك يحمل شهادة الماستر من صفت وير انجينيرين من يو أم يقوم حاليا بالدراسات الإسلامية والأدب الإنجليزي والفنو يعمل في مجال الإدارة التربوية وينتمي إلى العديد من المؤسسات الحقوقية كمؤسس وناشط اجتماعي وسام رقن من أركان المنتجة والمركز العربي الأميركي للفقافة والفنو توضعه بوجوده دائما خلف الكاميرا في معظم الأحيان تماشيا مع القول المأفور العمل كالصلاة لا يتم إلا بصم مع مسؤول العلاقات العامة للمركز العربي الأميركي للفقافة والفنون مع بستاذ المهندس وسام شرف الدين يقرأ الشاعر هشام الجح أسمح باسمك الله وليس سواك أخشاه وأعلم أن لي قدرا سألقاه سألقاه وقد علمت في صغري بأن عروبتي شرفي وناصيتي وعنواني وكنا في مدارسنا نردد بعض الحان نغني بيننا مثلا بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني وكنا نرسم العربية ممشوقا بهامته له صدر يصد الريح إذ تعوي مهابا في عباءته وكنا محض أطفال تحركنا مشاعرنا ونسرح في الحكايات التي تروي بطولتنا وأن بلادنا تمتد من أقصى إلى أقصى وأن حروبنا كانت لأجل المسجد الأقصى وأن عدونا صهيون شيطان له ديل وأن جيوش أمتنا لها فعل كما السيل سأبحر عندما أكبر أمر في شاطئ البحرين في ليبيا وأجني التمر من بغداد في سوريا وأعبر من موريتانيا إلى السودان أسافر عبر مقتيشيو إلى لبنان وكنت أخبه الألحان في صدري ووجداني بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني وحين كبرت لم أحصل على تأشيرة للبحر لم أبحر وأوقفني جواز غير مختوم على الشباك لم أعبر حين كبرت كبرت أنا وهذا الضفر لم يكبر قصيدة اسمها ماذا؟ التأشير كما تعلمون وكما اعتدتم يقدموا من تداكم هذه الفقرة لقراءة أو استقراء أحد الشعراء العرب إما للتعريف به أو لفت النظر إلى بعض جوانب شخصيته أو شعره أو الاستمتاع بسحر قصائده وجميل بيانه أو لتسليط الضوء على ظاهرة من الظواهر ولا أخفيكم بأن اختياري لهشام الجف وجد بعض التردد وذلك لعدم رقي شعره في مراقل الشعر العربي الفصيح رغم صعوده في الشعبية صعود النجوم في سمائها وبلوغه في استقبال الناس له مبلغا يشهد له التاريخ بذلك حتى سمي بهويس الشعر العربي والهويس هو القنطرة التي تقوم بضخ الماء لري الأرض الزراعية العطشة وربما أطلقوا عليه هذا الاسم لارتباطه بالتضفق الشعري أو ربما لارتباطه بصعيد مصر وبالأرض وبالحياة الفلاحية أولا الكلام حول قصائد هشام الجفء الكثيرة يطول وخاصة قصائده الشعبية والمضفرة أي التي تخلط ما بين الفصيح والعام كما أن الكلام في قصيدة التأشير وحدها يطول أيضا فهناك أبحاث وهناك رسالات دكتوراه كتبت في قصيدة التأشير التي أصبحت حينما ألقيت القصيدة الأولى في العالم العربي من ناحية الانتشارها الشعبي في ذلك الوقت حيث لا نستطيع أن نحصي عدد المشاهدين لها الآن إذ أنها نشرت على الإنترنت في أكثر من 13 ألف نسخة منفصلة أقدم هذه النسخ شهدت أكثر من مليوني مرة وهناك ألاف الفيديوهات لشباب وأطفال عرب يلقون نفس القصيدة بصوتهم وعن ظهر القلب أما الكلام حول ظاهرة هشام الجفء وماذا نتعلم منها بالنسبة إلى حاضر ومستقبل الشعر العربي بحاجة إلى أكثر من 10 دقائق فإذن سوف يتسع الوقت إلى فقط لفت النظر إلى حاجتنا لدراسة ظاهرة نجاح وانتشار قصيدة التأشير التي أثبتت بأن الشعر في العالم العربي لم ينضب معينه ولم يخمد سوقه وما زالت الأذن العربية تتجاوب مع الشعر كما يتجاوب الطفل مع حداء أمه ولكن متى وكيف؟ هذا ما يمكن لهذه القصيدة أن تساعدنا على إجابته أولاً لقد ألقيت هذه القصيدة في 12 يناير سنة 2011 أي بعد 25 يوماً من انتحار محمد البو عزيزي بإحراق نفسه اعتراضاً وبعد 20 يوم من انطلاق الربيع العربي وقبل يومين من مغادرة الرئيس التونس السابق زين العبدين بن علي تونس إلى السعودية مطروداً من شعبه وقبل 13 يوماً من انفجار ثورة الغضب في مصر ثورة 25 يناير فجاءت القصيدة وكانت في مسابقة أمير الشعراء فجاءت القصيدة معبرة عن ضمير الشعوب العربية وهي تتفجر غضباً وتنطفد أملاً بالتغيير فيما سمي لاحقاً بالربيع العربي الذي سرعان ما وئد بيد المؤامرة والانقسام والرجعية فتحدث القصيدة عن حالة نفسية متأزمة تعيشها الشخصية الشعرية في علاقتها مع الخلفيات السياسية على وجه الخصوص وتقدم لنا عن طريق السرد صورة شخص كان يظن في صغره أن الأمة العربية متحدة وقوية تربطها أواصل المحبة والإخاء ويجمع بينها الدين والتاريخ وذلك ما كان يلقنه في مدرسته لكنه فوجئ بواقع مريض الحروب والاستعمار والفرقة والفتنة ونلاحظ ابتداء من العنونة عنوانته القصيدة بالتأشيرة أن الشاعر يريد أن يخلق لنفسه تأشيرة من الحرف بعد أن عجز عن أخذها في الواقع ولد هشام الجوخة 1978 في محافظة السهاش لأسرة صعيدية حصر على بكريوسك كلية التجارة من جامعة عين شمس في 2003 وفول التخرج تم تعيينه مشرفاً على المركز التقافي في جامعة عين شمس حيث استقال من هذه الوظيفة عام 2009 رافض الحياة الموظفين التقليدية وأيضاً ليتفرق بشكل كامل للشاعر وقبل ذلك كان قد حصل على دراسات العليا في علم إدارة الأعمال من نفس الجامعة عام 2007 وحصل على لقب أحسن شاعر عامية شاب من اتحاد الكتاب المصري عام 2008 يعتبر الجوخ رائداً في مجال كتيبة القصيدة المظفرة التي تجمع من بين نقاطع الشاعر الفصحى والشاعر العامية ويعتبر أيضاً رائداً في مجال تنظيم الحفلات الشعرية وتقديمها بشكل مختلف وجداد وإدخال الموسيقى مع الشاعر مع الإقاع الحركي على المسرح وقد عرف بأدائه المتميز وحضوره الكبير على خشبة المسرح حتى انتقضه العديد من النقاط بأنه يميل إلى كونه ممثلاً أكثر من كونه شاعر له أكثر من ستين قصيدة بالفصحى والعامية المصرية واشتهر الكثير منها من خلال تواجده المستمر في وسائل إعلام العربي تلجحة، أيوة بغير، إزيس، ثلاث خرفان، آخر ما حرف في التوراة ما تزعليش، طبعاً ما صددش العشاء، الجدول، مشهد رأسي من ميدان التحرير وغيرها من القصائد التي لقت رواجاً كبيراً بين الشباب العربي بشكل عام والمصري على وجه الخصوص شارك في أكثر من 15 مهرجان والعشرات من الحفلات والليقات التلفزيونية خف نجمه الآن لكن نحن نحكي عن ظاهرة نجاح هذه القصيدة ماذا يمكن أن نستفيد من هذا النجاح؟ طبعاً هو كان من المبشرين للثورة العربية منذ صغره التأشيرة هي مفتاح العبور إلى الغد، إلى الحلم الجميل، إلى الوطن، إلى الأمان فالشاعر قد أخذ على عاطقه أن يكرس الشعر لخدمة القيم الإنسانية والوطنية شعر رسالي هادف، يعتنق الجمال وسيلة لا غاية في حد ذاتها لكنه يعبر منها إليها بأساليب فنية جميلة الوحدة العربية، الفساج السياسي، محاربة الفرقة والتفرق والفتنة والتأشيرة هي تصريح لذلك العبور فالشاعر من خلال هذا العنوان يسافر في عالم الممكن لا عالم الكائن فيتخذ من الشعر تأشيرة للعبور بعد أن اصطدم بالواقع المريض الذي يقتل الأحلام ويفرق الجماعات ويقهر الإنسانية ويتطهد كل ما هو جميل في الحياة وكان من قبل يحلم أن يسافر حقيقة في ربوع الوطن العربي مفتخراً بقوته وتلاحمه والسلام الذي يسود أرجاءه ولكنه لم يحصل على التأشيرة لأن الواقع كما تصوره لنا أحلام طفولتنا نجده يصرح بهذه الرغبة التي صاحبته منذ الطفولة في قوله سأبحي عندما أكبر ويلاحظ القارئ في قوله فبرت أنا وهذا الطفل لم يكبر أن الشاعر يعلن أن حلمه لن ينتهي وأن رغبته في الإبحار في العالم المفترض لا تزال تسيطر عليه ولهذا هو يتطع تأشيرته من الشعب فيسافر في ربوع النص وينتقل الحلم من خاطرة تجول في الفكر ورغبة دفينة في القلب إلى رحلة حقيقية تتجسد عبر بناء لغوية وصوتية من موسى وهذا ما يدور حوله النص لقد لامست هذه القصيدة قلوب الناس ووصلت إلى جميع زوايا الشارع العربي لأنها تحمل هموم الجسد العربي المنهى الذي هلهلته الحروب والفتن والتشضيات والدعوة الجادة إلى اعتماد أسهل السبل للنهوض بهذا الجسد وشفاء علاله الكثيرة يعبر هشام عن التضاد بين براءة وأصالة وصفاء الضمير العربي الذي يرمز له بنشيد بلاد العرب أوطاني ويرمز له بالطفولة ويعبر عن غضبه التفين نحو من قتل هذه البراءة وخنق ذلك الطفل منتهما الحكام لذلك فيقول مسترسلا في القصيدة تقاتلنا طفولتنا وأفكار تعلمنا مبادئها على يدكم أيا حكام أمتنا ألستم من نشأنا في مدارسكم؟ تعلمنا مناهجكم؟ ألستم من تعلمنا على يدكم بأن الثعلب المكار منتظر سيأكل نعجة الحمقى إذا للنوم ما خلدوا؟ ألستم من تعلمنا على يدكم بأن العود محمي بحزمته ضعيفا حين ينفرد لماذا الفرقة الحالية؟